السلام عليكم في إحدى القرى وتحديدا بداية الألفينيات فيها القرية فيها مسجد وتعرفون المساجد في القرى وفي كافة المناطق وفي مختلف الدول العربية تخضع إلى رقابة من قبل رجال الأمن لأجل ما يتم استخدام هالمساجد والمراكز الدينية لأغراض شخصية وخصوصا في الآون الأخيرة حركات إرهابية وشغلات ما أنزل الله بها من سلطان ففيها المسجد هذا وفيها القرية لاحظوا رجال الأمن أنه فيه اجتماعات مشبوهة وفيه حركات ما هي مضبوطة لبعض الأشخاص من سكان القرية وظاهر أنه الأشخاص هذولا منتخذين المسجد لغايات ما أنزل الله بها من سلطان ونبهوا الأشخاص هذولا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة لكن لا حياته لمن تنادي في النهاية اضطر رجال الأمن حفاظا على الأمن والسلم الأهلي أنهم يغلقون هذا المسجد بالشمع الأحمر ويحتج على هذا الموضوع الأشخاص هذول على الرغم من تنبيههم عدة مرات إلا أنهم ما ردوا على الموضوع ولا وهنا مسجد ومدري إيش المهم راحوا على وزارة الأوقاف على مديرية الأوقاف في المدينة ما قدروا يحصلون أي نتيجة وفي النهاية تم إغلاق المسجد بشكل مؤقت لبينما يلاقون حلها الأشخاص هذولا وتم اعتقال بعض الأشخاص للتحقيق معهم وفعلا تبين أنه بعض هذول الأشخاص لهم ارتباطات مع جهات خارجية وبالتالي يشكلون خطر على الوطن المهم تسكر المسجد وعلى أثر تسجير المسجد في الكثير من الأشخاص المتعودين أنهم يصلون فيها المسجد متعودين على صلاة الجماعة وهذول الأشخاص للأسف تسببوا في إغلاق المسجد فقام اقترح واحد من هالأشخاص قالوا لهم في عندنا ساحة أمام منزل أحد الأشخاص والساحة هذه تسع لعدد كبير من الناس وساحة نظيفة قالوا واش رايكم كل يوم نصلي على الأقل صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في هالساحة هذه قالوا ما عنده مشكلة أبدا لكن كان عندهم مشكلة في منه اللي ودي يكون الإمام منه رح يصلي في هالناس هذه وخصوصا بعد المشكلة اللي حصلاته بعد إغلاق المسجد المسجد كان فيه إمام يصلي في هالناس في سكان القرية ويخطو بيوم الجمعة لكن بعد إغلاق المسجد الشيخ هذا ماهو من سكان القرية واعفوه من مهمته مؤقتا وراحج الرجال على بلاده لذلك أهل القرية كان عندهم مشكلة منه لودي يكون إمام هالناس هذه لازم يكون شخص متمكن في قراءة القرآن شخص يكون عارف وبنفس الوقت سكان القرية عندهم بعض الأشخاص المثقفين واللي يقدرون أنهم يكونون إمام في الصلاة إلا أنهم وظفين في مناطق ومدن أخرى وما في أي حدا يقدر يقوم فيها المهمة ويقوم واحد من أشخاص القرية قال لهم يا جماعة في عندنا رجال استأجر من مدة في القرية وهذا الرجال كان إمام مسجد في إحدى المدن أو إحدى القرى إيش رايكم ونشوف هذا الرجال وبما أنه الرجال هذا عارف في الأمور ورجال محترم وهذا الرجال صاروا له تقريبا ثلاث أربع شهور في القرية وأنا أعرفه وأنا اللي أجرته عند صاحب البيت إيش رايكم يعني نعطيه مبلغ من المال لبينما يتم حل مشكلة المسجد هذا ويتم افتتاحه ويجيبونا إمام إيش رايكم ونجيب هذا الرجال قالوا ما عنا مشكلة أبدا المهم يكون فيه الرجال يصلي فينا صلاة صحيحة والجماعة قالوا خلي الرجال يجي أو خلوا يجي خلنا تفقحنا وياه وبنفس الوقت استغرب سكان القرية أنه عندهم شيخ في القرية وما يدرون فيه سأله الرجال هذا صاحب السوبر ماركت متى جاء هذا الشيخ ومنين تعرفه وانت قالهم والله شيخ هذا الرجال يقول أنه كان شيخ في إحدى القرى سابقا ورجال جاء استعجر عندنا في القرية مقابل السوبر ماركت اللي أنا أشتغل فيه استعجر عند رجال ينقلوا أبو أحمد أبو أحمد هذا الله يسلمكم رجال ساكن في المدينة وعنده بيت فيها القرية مؤلف من طبيقين البيت هذا ظاهر معروض للأجار يأجروا بين الفترة والثانية لبعض الأشخاص اللي يبحثون عن منازل للأجار ويقول جاني هذا كل يوم هذا الرجال ويسأل عن بيت للأجار وأنا عرف بيت جاري أبو أحمد للأجار فخذيت الرجال هذا الشيخ لعند أبو أحمد والتفقه هوية واستأجر فيه الطابق الثاني والرجال هذا يا جماعة وصحيح ساكن فيه القرية لكن يطلع من الصبح ما يرجع البعد غياب الشمس الرجال هذا ينزل على المدينة يدور له شغلة مشغلة يترزق الله عز وجل قال له يا سيدي ما عندنا مشكلة أبدا خلي الرجال يجي ويجيبه خلينا نتعرف عليه ويروح الرجال هذا صاحب السوبر ماركت اللي ينقل له محمد على الشيخ عدنان سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا شيخ طالبينك على اجتماع مع بعض سكان القرية خير شنو الموضوع شنو سأل فقالوا لا الموضوع كل خير إن شاء الله ويجي الشيخ عدنان والرجال هذا محمد على بيت أحد الأشخاص المجتمعين عنده وعرفهم عليه وهذا الشيخ عدنان ويا حي الله بالشيخ عدنان ولا الرجال هذا ما شاء الله تبارك الله مربيها الدقن الطويلة شوي وعليها هذه الشل هيبة ورجل في قمة الوقار مبين عنه ومبين عنه الرجل على هوى الدقن اللي مربيها إنه الرجال ما يربون الدقون هذه إلا رجال الدين أو أئمة المساجد المهم الجماعة بعد ما قاموا بواجب الشيخ عدنان نعرضوا عليها الموضوع وقالوا يا شيخ عدنان عارف أنت أنه تم إغلاق المسجد في القرية وإحنا بحاجة لرجل قارئ ومتمكن في قراءة القرآن يصلي فينا صلاة الجماعة أو إحنا ما راح نخليك يعني تصلي فينا أو أنك تتعطل عن أشغالك وأعمالك وبالنهاية أنت ودك تأكل ودك تشرب وأكيد عندك عويل عندك عائلة عندك زوجة فإحنا ما راح نقصر وياك أبدا قال لهم أوكي ما عندي مشكلة أبدا هل يجي منكم ما عندي أنا مشكلة كذلك المهم أنه نقوم بالواجب ونصلي فيكم الجماعة وين بدنا نصلي قالوا في الساحة هذه أمام منزل فلان قال لهم ما في مشكلة أبدا اعتبارا من صلاة الفجر الليلة إن شاء الله نبدأ في صلاة الجماعة لكن تعرفون الساحة هذه مكشوفة لو تقدرون يعني تجمعوا لكم مبدغا من المال وتسولكم مثل الخيمة أو عازل عن أشعة الشمس فيها الساحة مؤقتا لأجل كذلك نصلي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الجمعة كذلك قالوا كذلك ما في مشكلة المهم بدأ الشيخ عدنان يصلي فيها الناس صلاة الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويوم الجمعة كذلك يخطب فيهم خطبة الجمعة ويصلون صلاة الجماعة والأمور مشت على خير وبنفس الوقت بعض وجهاء القرية كل فترة وثانية يراجعون مديرية الأوقاف لأجل إعادة افتتاح المسجد اللي تم إغلاقه لأنه مهما من كان صحيح ضبطوا أمورهم مدة من الزمن لكن الموضوع ما يصير أنه ظل مستمر بهاي الطريقة تعرفون في كبار في السن في مرافق في المسجد يعني الأمور يجب أنها تنحل بسرعة الممكنة وعلى اليوم وبكرة وبعد بكرة وتستمر الموضوع هذا إغلاق المسجد حوالي سبع إلى ثمان شهور وشيخ عدنان قايم نايم في هالقرية ويصلي في هالناس والرجال ما عنده قطعة من الشيطان وأموره وسمعته فيها القرية مثل المسك لكن أول ما بدأ الشيخ عدنان يصلي فيه الناس صلاة الجماعة بدأ بعض الأشخاص أو بعض سكان القرية يجون على الشيخ عدنان أول شي فيه البداية من باب أنه الشيخ عدنان يقرأ لهم رقية شرعية هذا اللي صيبته عين وهذه اللي شعرها قاعد يتساقط وهذه ابنها مدري شنو صاير عليه وهذه شوي شوي بدت الأمور تاخذ منحنة آخر وبدت تطور إلى اتجاه ثاني بعدين صارت تيجي بعض النساء طبعا انتشر الخبر في القرية ويا بنت قولي لأمك الشيخ عدنان راقي شرعي والرجال الشخص اللي يقرأ عليه أبدا هي القراءة هذه والأمور تسير في الاتجاه الصحيح بدت الناس تسولف وانتشر الخبر بين النسوان بشكل خاص وبدأ الحديث ينطلق من امرأة إلى امرأة أنه والله الشيخ عدنان قبل كم يوم رايح عليه فلانا من الناس كانت متخاصمة هي وزوجها ومساوي لها حجاب أو مساوي لها التميمة وقال لها هذا الحجاب تحطينه في حلقك أو في صدرك وتقرأين كذا وتسوين كذا وانحلت المشكلة بين فلانا وزوجها فلانا والله راحت كان رأسها يوجعها فلانا شعرها قاعد يتساقط وصار أن يجن على الشيخ عدنان ووللي جايبه ولد ووللي جايبه بنت ووللي عندها خلاف هي وزوجها ووللي قايمة الدنيا وما هي قاعدة بينها وبين أهلها ولا بينها وبين حماتها ولا سلايفاتها ولا خوات زوجها وصارت النسوان يا بنت قولي لأمك والله الشيخ عدنان قاعد يساوي حجابات وشغلات لحل المشاكل وللأسف للأسف 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 بعض النساء ونسبة كبيرة جدا من النساء بمجرد ما تسمع بعض الصوال في هذه مباشرة تترك العقل وتترك المنطق وتترك الدراسة والثقافة اللي تكون دارستها حتى لو كانت حاصلة على شهادة الدكتورة مباشرة تروح تقول لك ودي أحل المشكلة بينه وبين زوجي يا أما ودي أسحر فلانا يا أما ودي أسحر فلانا وإذا هالكلام ماهو صحيح اكتبوني في التعليقات يا نعيمي كلامك ماهو صحيح وعلى سبيل النكتة وعلى سبيل الشيء المضحك والمحزن والممكي في نفس الوقت في إحدى الدول العربية قبل تقريبا في بداية هذا شهر أو نهاية الشهر الماضي في قصة حصلت في هالدولة هذه قصة يعني لما تسمع بعض التفاصيل والله العظيم تقول لنا احنا وين عايشين يعني معقول الناس عندها تخلف إلى هاي الدرجة يقول لك القصة الله يسلمكم فيه بأحد الأشخاص يمساوي حساب وهمي على الفيسبوك وسوى عملية ترويج لهذا الحساب على الفيسبوك على أساس أنه له علاقة في السحر وفك السحر وسحر بعض الأشخاص وبالفعل لاقى هذا الحساب رواج كبير في المجتمع فيها الدولة هذه وانتشر مثل النار في الهشيم وتواصل بعض الأشخاص حاطوا أنه يعني تواصلوا معاي على الرقم التالي أو على عن طريق المسنجر على الصفحة نفسة صفحة الفيسبوك ولما تواصلوا معا الأشخاص وأكثرهم من النساء أنه والله أنا ودي أسحر فلاني من الناس شنو الطريقة وشنو المطلوب طلب منهم الشخص هذا اللي غير معروف قالوا لهم لازم أنكم تكتبون المعلومات في ورقة المعلومات هذه لازم تشمل معلوماتك أنت شخصية اسمك الكامل من الأب إلى جد الجد بالإضافة إلى مكان السكن مكان سكنك أنت واسم الشخص اللي ودك تسحره كذلك بالتفصيل ومكان السكن وبعد ما تكتب هالمعلومات تتصور لي فيديو سيلفي تصور فيديو والورقة بجانبك وتقول ودي تسحر لي فلانة بنت فلان بنت فلان أو فلان بنت فلان وفعلا بدأ الكثير من الأشخاص يسوون العملية هذه ويرسلون البيانات والفيديوهات لهذا الساحر المزيف لكن شنو اللي حصل اللي حصل الله يسلمكم يتفاجأ الكثير من الأشخاص اللي تواصلوا مع هذا الشخص الساحر المزيف أنه يقوم ينزل الفيديوهات والصور كاملة بالصوت والصورة على صفحة الفيسبوك وفضح الأشخاص هذولا عن بكرة أبيهم نساء مع رجال وتسبب هذا الأمر في أزمة في هالدولة إلى درجة أنه تكلمت كل وسائل الإعلام في الدولة عن هذا الموضوع وأجروا لقاءات مع بعض الأشخاص هذا الشخص بعدما صوروا الفيديوهات أو الأشخاص صوروا الفيديوهات وأرسلوا له إياها حاول أنه يبتز بعض الأشخاص بمبالغ مالية أما أني أنشر الفيديو هذا اللي أنتم أرسلتولي إياه أو أنكم تعطوني مبلغ كذا وقدره واللي رد عليها رد واللي ما رد عليها فضحه مباشرة وللأسف تم اكتشاف الكثير من الكوارث وحدة ودها تسحر أخذ زوجها وحدة ودها تسحر فلان من الناس يعني إلى أي درجة وصلنا من قلة الدين والخوف من الله عز وجل شنو عينك أنت كأن كان كرجل ولا كامرأة تروحين تسحرين أسرة عايشة بأمن وأمان وأطمئنان وما عندها قطعة من الشيطان تروحين تسحرين امرأة ولا رجل ينقلب على أسرته وعلى زوجته أنت كذلك تروح حتى بعض أحد الأشخاص من هذول الأشخاص المتواصلين مع الساحر متواصل معاه على الأساس أنه يسحر له بنت هو من مدينة وهي من مدينة الظاهر متعرف عليها ومحاول أنه يسايع معها علاقة ما هي راضية وطالب منه أنه يسحر له إياها وتصير مثل الخاتم بأصبعه شوفوا إلى درجة وين والقصة مثل ما قلنا تحدث أنها الكثير من المحطات التلفزيونية في الدولة وكذلك محطات تلفزيونية عالمية والقصة يعني من عجائب وغرائب القصص اللي حصلت فيه الأون الأخير المهم نرجع إلى الشيخ عبده وسكان القرية ونساء القرية صار أن هالنسوان كل يوم والثاني تيجي وحدة لعنده والله زوجي ما يحبني والله زوجي ما هو زين علي والله ودي أسحر فلانة والله مدري شنه والشيخ ظاهر فيه مبالغ مادية صار يطلبه فلوس قال لك والله شغلة مربحة الرجل انحرف عن المسار اللي كان ماشي عليه وبنفس الوقت يروح يصلي إمام في سكان هالقرية يعتم فيهم في كل صلاة قلبهم تروح الأيام وتجي الأيام شهر واثنين ثلاث ويمضى حوالي سبع شهور على إغلاق مسجد القرية والشيخ عدنان يصلي فيها الساحة بعد سبع شهور وبيجهد من بعض وجهاء القرية تم إعادة افتتاح المسجد ورجعت الناس تصلي فيها المسجد ورجع الإمام اللي كان يتم الناس فيه القرية سابقا على مهنته ووظيفته ورجعت المياه إلى مجاريها أما بالنسبة لشيخ عدنان الشيخ عدنان الرجال صار يصلي حال وحال سكان هالقرية وورا الإمام وبنفس الوقت الشيخ عدنان قبل كان يطلع من الصبح ما يرجع إلى بعد المغرب يروح يدور شغل ويتمشغل ويترزق الله عز وجل لكن بعد ما صارت السالفة هذه الشيخ عدنان ما عاد يشتغل الرجال قاعد على طول النهار فيها البيت ومره رايحة ومره جاية وختياره رايحة ورجال جاي ويساوي تمائم وحجابات لهالناس وصاروا سكان القرية نادرا ما يشوفونه الشيخ عدنان مجرد يجي على السوبر ماركت هذا لعند رجال محمد اللي عرف سكان القرية عليه يجي يشتري بعض الأغراض ويسجلها على الدفتر يعني الحساب يكون آخر الشهر ويمر شهر وثلاث وثلاث واربع وخمس شهور محمد صاري طالب الشيخ عدنان هيا شيخ عدنان أشوفك يعني تسحب منها الأغراض وأكل ومواد تمونية وشوفك ما عطيتني الفلوس يقول له الله كريم طول بالك جايتني دفعه اليوم وبكرة وبعد بكرة إلى يوم من الأيام الرجال هذا الشيخ عدنان أصبح مأم سفي القرية محمد صاروا مبلغ على الشيخ عدنان وعلى اليوم يجي الشيخ عدنان بكرة يجي الشيخ عدنان وأنكم تحصلوا لي حقوا منه رجال الأمن خذوا البلاغ على محمل الجد بلاغ عن قضية نصب واحتيال لقوا منه اللي ناصب شيخ وإمام مسجد يعني الأمر ممكن يكون غريب شوي لكن الجماعة ما شذبوا خبر وجووا على البيت دقوا الباب على بيت الشيخ عدنان يدقون لا حياة الإمن تنادي ما في حدا منه صاحب البيت هذا شيخ عدنان شني علاقاته في القرية شنو موضوعه قالوا والله هذا شيخ عدنان مو من سكان القرية الأصليين صاروا له مد منزما مستأجر حوالي سنة وشوي ومستأجر من فلان رجال ينقلوا أبو أحمد وين أبو أحمد قالوا والله أبو أحمد رجال ساكن في المدينة والبيت هذا للأجار ويأخذون عنوان الرجال أبو أحمد ويصالون لعند أبو أحمد سلام عليكم عليكم السلام حياكم الله خير يا جماعة شنو الموضوع أبو أحمد لما شاف رجال الأمن السغرب يعني أول مرة يجونوا رجال الأمن على المحل الرجال يشتغل في تصليح الأدوات الكهربائية من غسالات وثلاجات ويترزق الله عز وجل وعنده البيت هذا في القرية وهو ساكن هو وأسرته في المدينة المهم قالوا والمستأجر عندك هذا الرجال اللي ينقله الشيخ عدنان وين الشيخ عدنان قالهم والله يا جماعة الشيخ عدنان جاني قبل يومين وسلمني مفاتيح البيت والرجال يقول أنه رحل وحتى كان لي مبلغ أجار عليه أجار شهرين عطاني فلوسي والرجال راح في حال سبيله متى جاك وأي وقت قالوا والله جاني هذاك اليوم قبل لا أسكر المحل على الساعة ثمانية ونص تسعة مساء متأكد قالهم والله متأكد الرجال دفع الفلوس اللي عليه وباقي الأجار اللي كان بينه وبينه والرجال جاب لي المفاتيح حتى خليني أفرجكم المفاتيح هذه الرجال صار يدور فيها المحل عنده كركبة ومفكات ومفاتيح وأدوات كهربائية وقطع قالوا له خلاص ما في مشكلة الرجال مبين قاعد يسولف أنه الرجال رحل وجاب له مفاتيح البيت لكن السالفة أنه الرجال هذا محمد صاحب المحل أو صاحب السوبر ماركت صاير السوبر ماركت تبعه مقابل البيت اللي ساكن فيه شيخ عدنان والرجال صار يضرب أخماس بأزداس وصارت الأفكار تأخذه وتجيبه قال يا جماعة الرجال هذا شلون وده يرحل شلون وده يرحل أغراضه وأنا باب بيته قدام عيني وأنا قاعد على الكاش خلف الطاولة يعني أشوف باب بيته أذا طلع ولا دخل الرجال متى رحل يعني معقوله يكون هرب بالليل قالوا والله ما ندري على كل حال احنا رح نبحث عنه لكن عطونا اسمه الكامل قالوا والله احنا نعرفه شيخ عدنان رجعوا على أبو أحمد يا أبو أحمد عندك شي صورة عن البطاقة الشخصية للرجال اللي كان مستأجر عندك قالهم لا والله الرجال شفتوا مبين شيخ مبين عليها الوقار ورجل محترم وطبعا الشيخ عدنان ما هو شبيب صغير الرجل تقريبا في المنتصف الخمسينيات ستة وخمسين سبعة وخمسين سنة تقريبا ورجال ثلاث أرباع شعر لحيته أبيض وقالهم والله ما خذيت منه لا بطاقة شخصية ولا من يحزنون مجرد اتفاق صار بينه وبينه ورجال بره ذمته قبل لا يروح وما في داعي اني اخذ منه بطاقة شخصية وهذا اللي صار الآن سكان القرية ما يعرفون اسم هذا الشخص الكامل لا محمد ولا أبو أحمد ولا حدا من سكان القرية مجرد الشيخ عدنان وتعالي أبحث الآن عن الشيخ عدنان والرجال ما يعرفونه من أي مدينجة الرجل غامض نوعا ما المهمة لكم بطول سيرة هذاك اليوم رجال الأمن ما قدروا يتوصلون إلى نتيجة والرجال هذا فصم الحذاب وكأن الأرض انشقته وبلعته ومحمد هذا تورط مدينه عدة أشهر ويسحب من هالأكل ومن هالعصائر ومن هال مواد الغذائية والرجال الأثارية عايش كل هالمدة على حساب المسكين صاحب السوبر ماركت والرجال هذا محمد صاحب السوبر ماركت تحسب الله عز وجل وقال حسبي الله هو نعم الوكيل لكن شنو اللي صار اللي صار فيه اليوم الثاني وفيه إحدى القرى اللي تبعد خمسة وعشرين إلى ثلاثين كيلو متر عنها القرية هذه اللي ساكن فيها الرجال هذا محمد صاحب السوبر ماركت واللي كان فيها الشيخ عدنان فيها القرية هذه فيه بعض النساء يطلعا على المزارع اللي تجيب لها شوية حشيش اللي عندها شوية غنم شوية معز اللي عندها راس بقر تجيب حشيش أو عشب من هالمزارع وتطعم هالحلال اللي عندها فيه صباحا ذاك اليوم طالعات ثلاثة أربع نسوان يتمشن فيها البساتين ويقطفن الحشيش والأعشاب الزائدة هذي من تحت الأشجار ويجيبنها الحلالهم وهن قاعدات يتمشن في أحد البساتين على طرف هالبستان وبين هالحشائش ولا يشوفن جثة رجل متمدد في البداية اعتقد أنه رجال نايم لكن لما قربن عليه تبين أنه الجثة هذه منتفخة نوعا ما وفيه ريحة ما هي مضبوطة قاعدة تطع منها رائحة الجثة النسوان قاما نهربا شافا أحد الرجال على أطرافها البستان قالا يا فلان الموضوع كذا وكذا رجعا النسوان على القرية تركا الحشيش والأولي مع التالي وينتشر الخبر في القرية ويا بنت قولي لمش والله فلانة وفلانة ملاقات رجال مقتول أو ميت تحت أحد الأشجار فيه بستان فلان والبستان هذا صاير فيه منطقة وعرق شوي وصعب أنك تصلها المهم بدأ بعض الأشخاص والفضوليين اللي وصلهم الخبر ودهم يعرفون من وهذا الشخص اللي مقتول هل هو من سكان القرية هل وبدأ الناس تجي من واحد الواحد تجمع حوالي أربعين شخص من سكانها القرية وفي نفس الوقت الرجال اللي تم إبلاغه فيه البداية اللي بلغنه النسوان بلغ رجال الأمن عن العثور على جثه وفعلا لما جاء ولا جثه فيه بداية الانتفاخ قاعدة تطلع منها ريحة ومبين الرجل متوفي أو مقتول ما يدرون لحد اللحظة المهم خلال نصف ساعة وصل رجال الأمن لأنه مثل ما قلنا المنطقة صار بعيدة شوي ووعرة لبينما وصل رجال الأمن بعدوا هالناس عن المكان ولا فعلا جايبين معاهم طب الشرعي والأدلة الجنائية والبحث الجنائي وأول ما وصلوا على المكان بدأوا الكشف على الجثة ولا الجثة مبين عنها لرجل في العقد الخامس أو بداية أو العقد السادس في العمر بالإضافة إلى أن هذا الرجل يرتدي ثوب بالإضافة إلى أنه مربي دقن طويلة وبالكشف الأول على الجثة تبين أن الجثة هذه صار لها على الأقل يومين ثلاث أو أربع تيام وبتفتيش الملابس اللي لابسها هذا الرجل ما عثره على أي شيء يدل على شخصيته باستثناء العثور على مفاتيح في جيب هذا الرجال بدأ رجال الأمن يسألون الأشخاص الفضولين المتجمعين في هالمكان يسألونهم هل حدا يعرف هذا الشخص حدا تعرف على شخصيته والكل يقول والله أول مرة نشوف هذا الشخص ومبين على هذا الشخص أنه رجل دين بما أنه مربي هالدقن ولابس جلباب أو ثوب فالجماعة ما هتعرفه عليه أبدا وبدأ رجال الأمن يرفعون البصمات يبحثون في المكان المحيط تحت هالأشجار وبين هالحشائش اللي موجودة تحت الأشجار لعله وعسى أنهم يأثرون على أي شيء يدل على شخصية هذا الرجل لكن ما قدروا يأثرون على أي شيء يدلهم على شخصيته تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي لكن قبل يتم رفع الجثة وهم حاملينها ودهم يحطونها فيه سيارة الإسعاف أو سيارة النقل الموتى انتبه أحد الأشخاص اللي يتوه جاي على المكان وده يشوف شنه اللي صاير قالهم يا جماعة هذا الشخص أنا أعرفه قالوا من وين تعرفه قالوا والله يا جماعة هذا شخص إمام مسجد في القرية الفلانية قبل مدة منزما أنا رحت على هالقرية هذه وصلى فينا إمام أيام اللي كانوا مسكرين المسجد في القرية قالوا ممتاز الآن رجال الأمن ممكن يكونون أنهم توصلوا إلى طرف خيط ممكن يوصلهم إلى شخصية هذا الرجل وإلى حد الآن رجال الأمن عندهم شك أنه القضية فيها شبهة جنائية لأنه الرجل محطوط في مكان أو موضوع في طريقة لا يمكن أنه يكون واقف مثلا ونام في هالمكان لأنه المكان مثل ما قلنا وعر شوي وفيه بعض الحجار وبعض الصخور المهم المهم يمسكوا الرجال هذا اللي يقول أنا عارفه من وين من أي قرية قالوا من القرية الفلانية ويركبون رجال الأمن ويروحون على القرية اللي هي قرية محمد صاحب السوبر ماركت سلام عليكم وعليكم السلام جاءوا على بعض الأشخاص في القرية قالوا كان في عندكم شيخ قبل مدة منزمة أيام اللي كان المسجد مغلق وكذا قالوا إي نعم كان عندنا موجود الشيخ عدنان وين هو الشيخ عدنان صار له حوالي أربع خمسة يام غايب عن القرية وبالصدفة يجون على صاحب السوبر ماركت لما سألوا أنه وين ساكن الشيخ عدنان قالوا مقابل السوبر ماركت جاءوا لعند محمد السلام عليكم وعليكم السلام قالوا في شيخ ساكن مقابلك ينقلوا الشيخ عدنان قالهم إي نعم الشيخ عدنان هذا واحد نصاب وأنا أصلا مقدم بلاغ فيه خير شنو الموضوع وليش مقدم بلاغ قالهم والله يا جماعة السالفة كذا وكذا وصار له أربع خمسة شهور ستة شهور وهو يسحب منها المواد من السوبر ماركت وعلى اليوم وبكرة وفجأة الرجال اختفى وروح تقدمت بلاغ فيه لأجل أسترد أموالي الرجال صار له ستة شهور يأكل ويشرب على حسابي قالوا طيب الرجال شنو الملابسات اختفاء هذا الرجل هلو من أصحاب المشاكل من وين شنو اسمه قالهم والله ما عرف اسمه إلا الشيخ عدنان من أي قرية من أي مدينة قالهم والله عفوا أني ما أعرف أي معلومة وبعدين رجال الأمن اللي قبل منكم حتى كان واحد من رجال الأمن نفسهم اللي راح قدم بلاغه وطلعوا على المكان كان موجود مع رجال الأمن اللي طالعين يبحثون فيها القضية قال رجال الأمن حاولوا يبحثون وراحوا على المستأجر المؤجر عفوا اللي كان مستأجر عنده هذا الرجال وما قدروا يتوصلون إلى نتيجة منه اللي مستأجر عنده قالوا ولا رجال من سكان القرية رجال ساكن في المدينة ينقل أبو أحمد ووصلوا في لهم السالفة من أولها لآخرها ويروحون رجال الأمن من أول وجديد لعند أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا أبو أحمد كان في عندك رجل مستأجر ينقل وشيخ عدنان قال نعم شنو موضوع الشيخ عدنان يا أخي كل يوم ثاني أنت وراحين جايين تسألون عليه قالوا الشيخ عدنان عثرنا عليه مقتول في إحدى القرى المجاورة لا يا جماعة لا تقولون الله يرحمك يا شيخ عدنان لكن ليش جايين تسألوني أنا يعني شنو علاقتي في الموضوع قالوا ما لك علاقة أنت لكن الرجل كان مستأجر عندك وصاحب السبر ماركت مقدم فيه بلاغ وإنت تقول يا أبو أحمد أن الرجال جاب لي مفاتيح المنزل وأعطاك الفلوس اللي عليه شلون يسد الفلوس اللي إليك وصاحب السبر ماركت ما يسده يعني الشغلة فيها ازدواجية قهلا لهم والله يا جماعة عاد هذا الأمر يرجع لشيخ عدنان الله يرحمه الرجال جه بره ذمته وأعطاني مفاتيح المنزل وراح في حال سبيله والرجال أنا ما لي عنده أي شيء وما لي علاقة فيها القضية الرجال انتقل إلى رحمة الله عز وجل رجال الأمن بانتظار تقرير الطب الشرعي وبانتظار تحليل البصمات لأن الرجال لحد اللحظة رجال الأمن ما قدروا يتوصلون إلى شخصية هذا الرجل مجرد اسم الشيخ عدنان ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي يقول أن رجال هذا وفاته فيها شبهة جنائية ومتعرض إلى ضربة بأداة راضة على مؤخرة الرأس والضربة هذه هي السبب الوفاة الرئيسي والرجل ما هو مقتول في المكان اللي تم العثور فيه عليه وإنما مقتول في مكان آخر ومنقول إلى هالمكان تحت الأشجار وفي أحد البساتين بدأ رجال الأمن أمام قضية غامضة وقضية قتل ما يعلم فيها إلا الله عز وجل والرجل شخصيته غير معلومة وبانتظار تحليل البصمات بعد ما أخذوا بصمات الرجال لحتى يطابقونها مع البصمات الموجودة على النظام والحديث في عام يعني بداية الألفينيات شوية الأمور معقدة ما هو مثل اليوم يعني خلال ممكن لحظات يتم العثور على شخصية صاحب البصمة المهم اليوم الأول الثاني قالوا والله شخص هذا ينقال له الشيخ عدنان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من المدينة الفلانية لكن الغريب في الموضوع أنه الشيخ عدنان هذا فيه عليه قضية لما عثروا على اسمه أو تعرفوا على اسمه بالكامل تبين أنه في عنده زوجته رافع عليه قضية نفقة فيه مشاكل بينه وبينها وحاصل بينهم طلاق والزوجة هذه رافع قضية نفقة على الشيخ عدنان ولما عرفوا عنوان الشيخ عدنان الرئيسي قبل يجي على هالقرية ويروحون على المنطقة ويجون على مكان سكن زوجته سلام عليكم عليكم السلام بسؤال زوجة الشيخ عدنان قالت إن أمحصلت مشاكل بينه وبينه وبعدين هذا الشيخ عدنان هارب من العدالة وهارب من القانون وأنا رافع عليه قضية النفقة وهذا صار يتهرب وقدروا رجال الأمن يتوصلون إلى عائلة الشيخ عدنان إخوانه وبعض أقاربه وبالسؤال عن الشيخ عدنان تبين أنه فعلا الرجل كان إمام في أحد المساجد وحصل خلاف بينه وبين زوجته وحصل طلاق بينهم والزوجة رفعت عليه قضية والرجال ظهر أحواله المادية تعبانة فقام هرب منها المدينة هذه وصار يتنقل بينها القرى وبينها المدن قالوا يا جماعة ترى الشيخ عدنان عثرنا عليه مقتول في القرية الفلانية في المدينة الفلانية وودنا تعطونا معلومات عن هذا الرجال الله يرحمه لأنه كل معلومة تعتقدون أنت وأنها معلومة تافه وبسيطة ممكن تفيدنا فيه التحقيق وممكن أنه توصلنا إلى القاتل حل الرجال من أصحاب المشاكل هل فيه عنده ثار قاه له أبدا الرجال إمام مسجد قايم نايم فيه المسجد أموم الأصحاب المشاكل ولا عنده ثار أبدا وبناء على شهادة الأهل تبين أن الرجال يعني جريمة القاتل هذه ما لها علاقة في ثار أو تصفية حسابات رجعوا على الزوجة وبالتحقيق وضغط مع الزوجة أو طليقة الشيخ عدنان تبين أنه المرأة ما لها علاقة فيها القضية قلوه لك يمكن يعني مستأجر واحد يقتل الشيخ عدنان لكن تبين أنه المرأة ما لها علم ولا لها علاقة فيها القضية لا من بعيد ولا من قريب المهم رجال الأمن ما قدروا يحصلون شيء لا من طليقة الشيخ عدنان ولا من أهله ويركبون ويرجعون أدراجهم على المدينة أو القرية اللي تم العثور فيها على الشيخ عدنان وكذلك على القرية اللي كان ساكن فيها الشيخ عدنان ويحققون ويسألون في النهاية رجعوا على أبو أحمد صاحب البيت اللي كان مستأجر عنده الشيخ عدنان قالوا يا أبو أحمد بما أنه أنت تقول الرجال أعطاك مفاتيح البيت لو سمحت ودنا نطلع أحنا وياك على بيت الشيخ عدنان نشوف شنو فيها البيت لعله وعسى يمكن في بيتها الرجال نعثر على طرف خيط يوصلنا إلى القاتل لأن القضية فيها عملية قتل وفيها جريمة قالهم ماشي خليني بس أدور على هالمفاتيح ما عد أذكر وين حطيتها ويصير الرجال هذا أبو أحمد يدور على هالمفاتيح من هين من هناك يمين يسار أقلب المحل فوقاني تحتاني ما أثر على أي أثر لهالمفاتيح قال يا جماعة والله شوفت عينكم ما قدرت أثر على المفاتيح ما أدري وين حطيتها يمكن ضاعت بين هالأغراض وفعلا المحل هذا إذا تفوت عليه قايم وماه قاعد وفيه كركبة ومفكات وقطع وأدوات كهربائية أو شي يا لطيف ويا ساتر الرجال الأمل لما عثروا على جثة شيخ عدنان عثره ويجيبوا على مفاتيح جابوا المفاتيح هذي اللي عند أبو أحمد وقالوا يا أبو أحمد المفاتيح هذه هي مفاتيح البيت قالوا لهم لا والله مو هاي مفاتيح البيت مفاتيح البيت غير هاي المفاتيح قالوا الآن يا أبو أحمد ما في أمامنا حل إلا أنك تطلع معانا وتكون موجود علشان وردنا نخلع باب البيت معاهم أبو أحمد ولما جوا على البيت البيت اللي ساكن فيه الشيخ عدنان مثل ما قلنا صاير في الطابق الثاني يعني الشقة إلها باب وأول ما تدخل على مدخل العمارة هذه فيه باب حديدي يؤدي إلى الدرج اللي يوصلك على باب شقة الشيخ عدنان الباب هذا مقفل باب حديدي قاموا رجال الأمن قالوا يمكن هذا أبو أحمد رجال شذاب يمكن المفاتيح هذه للشيخ عدنان أو لها الباب خلينا نجرب أول ما حط المفتاح بالباب وينفتح الباب ويلتفتون على أبو أحمد هاي أبو أحمد ما تقول الرجال ما أعطيك المفاتيح قال نعم أعطاني المفاتيح لكن أنت شلون قدر تفتح الباب قال فتحت بالمفتاح من وين جبت المفتاح قالوا هذا المفاتيح اللي كانت معه شيخ عدنان لما عثرنا على جثته المهم رجال الأمن حطوا 15x على موضوع المفتاح اطلعوا على الدرج المفتاح الثاني كذلك حطوه بباب الشقة كذلك وينفتح ادخلوا على الشقة ولا فعلا الشقة فارغة ما فيها إلا بعض الشغلات البسيطة والرجال امرحل أغراضه رجعوا على أبو محمد صاحب السوبر ماركت قالوا يا أفلان أنت بما أنك يعني ما تسكر السوبر ماركت لوقت متأخر للساعة 11-12 بالليل ما شفت هذا الرجال طيب لما جاب شاحنة وحمل أغراضه قالهم يا جماعة أنا هذا اللي محيرني شلون الرجال رحل من هالبيت والله يماني عرفان يعني أنا من الصبح لحد الساعة 11-12 بالليل وأنا مقابل هالبيت وأشوف اللي طالع واللي داخل يا أخي هالرجال لو جايب له شاحنة صغيرة على الأقل كان شفته هو منزل أغراضه وشيخ عدنان على حسب إفادة محمد وأبو أحمد قالوا الرجال ما عندوا هذيش الأغراض الكثيرة بما أنه الرجال عايش بمفرده يعني شغلات بسيطة حقيبة فيها ملابس أو بعض أدوات الطبخ وشغلات بسيطة يعني قالوا لكن يا جماعة الرجال عنده فراش وعنده إحرامات وعنده لحف ويعني شغلات لازم تتحمل فيه شاحنة والجيران وصاحب السيبر ماركت يقولون يا عمي ما شفنا لا شاحنة ولمن يحزنون المهم رجع رجال الأمن إلى أبو أحمد صاحب المنزل وبدأوا يضغطون عليه ويحققون معاه يا أبو أحمد يا أبو فلان أنت تقول الرجال أعطاك المفاتيح وعطاك الفلوس اللي عليه والمفاتيح ما أعثرنا عليه وبنفس الوقت المفاتيح اللي لقيناها مع جثة هذا الرجال هن أبواب الشقة وباب البيت الحديدي الخارجي شلون هاي السالفة اعروب لنا ياها يا أبو أحمد ودنا إعراب هالجملة قال لهم والله يا جماعة هذا اللي صار ورجال جاب اللي مفاتيح لكن المفاتيح ضاعت ويمكن الرجال بسوي نسخة عن المفاتيح اللي عنده وخليها معا انت وليش يعني مدقيقين على هالسالفة المهم رجال الأمن ما هم مستضبطين هذا أبو أحمد أبو أحمد عنده ولد عمره تقريبا 23-24 سنة وعنده زوجته جابوا زوجة أبو أحمد وولد أبو أحمد على انفراد وفرجوهم المفاتيح قالوا هل هذول المفاتيح أنه مفاتيح منزلكم اللي فيه القرية الولد والزوجة تعرفوا على المفاتيح وقالوا نعم هذن مفاتيح منزلنا فيه القرية الآن تأكد رجال الأمن أنه أبو أحمد عنده صالفة وقاعد يراوغ ويموه على التحقيق والمحققين وظاهر عنده صالفة مي مضبوطة المهم بدأوا يضغطون على أبو أحمد من هناك بعد ضغط شديد استمر لعدة أيام ويعترف بالجريمة اللي ارتكبها أبو أحمد رجل تقريبا في نهاية الخمسينيات من عمره عمره 59-60 سنة والرجال أبو أحمد هذا الله يسلمكم يعاني من عرج في إحدى قدميه الرجال متعرض إلى حادث سير قبل عدة سنوات وحادث السير هذا أدى إلى إعاقة فيه إحدى أقدامه لكن الرجال يقدر يشيل حاله وقاعد يشتغل فيه تصليح الأدوات الكهربائية ولكن لأبو أحمد لما يمشي يمشي على عكازة خشبية المهم حول ارتكاب هالجريمة والأسباب والدوافع يقول أبو أحمد هذاك اليوم طالع أنا عندي على البيت البيت اللي موجود فيه المدينة اللي ساكن فيه هو وزوجته وابنه وعائلته يقول طلعت على سطح المنزل فيه بعض الأغراض حاطها على سطح ودي أجيبها تلزمني فيه التصليح يقول طلعت أنكت فيها الأغراض وأنتبه إلى أنه فيه كيس لما فتحت هالكيس هذا محطوط أسفل أحد الأغراض اللي موجودة على سطح وليه الكيس هذا فيه على هوى النظر الأولية بعض الطلاسم والحجب وشغلات حسيت أنها ما هي مضبوطة شغل السحر وشعوذة قلت يا عمي منه له مصلحة يجي على هالسطح ويحطها الأغراض أو يحط السحر هذا هذا أكيد حدا ناوي علي لكن باب المنزل مقفل والسطح ما حدا يقدر يطلع عليه إلا الولد أو الزوجة أو باقي الأسرة قال لك وكاد هذه أم أحمد لأنه ظاهر فيه شوية مشاكل بينها وبينه وينزل على أم أحمد قالوا لها شنو الأغراض هذي وشنو السحر اللي حاطت لي فوق على السطح يلي ما تخافين من الله لا أم وأنا المهم بعد ضغط على أم أحمد قالت أي والله والعذر والسموحة منك يا حبيب قلبي يا أبا أحمد تعرف أنت في الفترة الأخيرة العلاقة متوترة بيني وبينك وصراحة رحت على الشيخ عدنان منه شيخ عدنان قالت الشيخ عدنان اللي مستاجر عندك في البيت في القرية وسمعت من نسوان القرية أنه والله الشيخ قاعد يساوي حجب ويفك سحر ويضبط الأمور وقلت بما أنه الرجال مستاجر عندنا فأحنا أولى فيه من غيرنا ركبت هذاك اليوم وروحت بحجة أنه والله رايحة على وحدة من خواتي في القرية واختي فلانا ومريت على الشيخ عدنان وسوالي الحجب هذي وسوالي الطلاسم وقال له إن شاء الله زوجك يصير مثل الخاتم بأصبعك ياللي ما تخافين من الله هذي تاليتي تروح تسويلي سحر المهم ويركب أبو أحمد سيارته عنده سيارة شاحن صغير يركب هالسيارة هذي وروح على القرية بالعادة أبو أحمد كل يوم وثاني موجود في القرية يعني بشكل طبيعي بما أنه عنده طابق أرضي أسفل منزل الشيخ عدنان حاط فيه بعض الأغراض أحيانا نجون على الأرض الزراعية اللي عنده فات جيت وروحته على القرية وعلى البيت بشكل طبيعي يعني ما حدا يشك فيه ولو راح وجم عادي يعني هذا عدنان أنا مأجره عندي وبسعر بسيط ومطول بالي عليه على الأجار آخر شي يقوم يسحرني يقول لما وصلت على البيت صفيت السيارة أمام المنزل الوقت كان ما بين المغرب والعشاء وشارع شبه خالي من السكان يقول طلعت دقيقة الباب ولا شيخ عدنان ما هو موجود طبعا أبو أحمد عنده مفتاح للباب الخارجي الحديدي لأجل يقدر يطلع على السطح لأنه الرجال لم أجر الشيخ عدنان الشقة ما هم أجروا السطح يقولوا أطلع على السطح وأجي على الجهة المقابلة للشارع وأنتظر من فوق وأشوف على شوي يجي الشيخ عدنان بعد شوي شوي عشر دقايق ربع ساعة ولا مشرفي الشيخ عدنان يقولوا الشيخ عدنان أول ما فتح الباب الحديدي اللي أسفل الدرج فتح الباب ودخل صار داخل وقفل الباب قمت أنا نزلت على سحبة الدرج اللي تأدي إلى السطح وألتقي أنا ويا على صفرة الدرج أمام باب الشقة يقول ما قدرت أتمالك نفسي وأتصور هذا الشيخ اللي متغطي تحت عباءة الدين ومربي هالدقن وكذا بيدي هالعصايا وأقوم أناوله هذيش الضربة على مؤخرة الرأس ما حسيت ودريت إلا الرجال وقع لا من إيده ولا من رجله ويتأكد أبو أحمد أنه الآن تورط في جريمة قتل وقتل الشيخ هذا بسبب تافه وممكن ينحل بأبسط الأمور الآن شنو دك تساوي يا أبو أحمد يقول شلت الرجال حملت فيه سيارتي ونقلت على هالمكان هذا على البستان ولما خذوا أبو أحمد على مكان تمثيل الجريمة حس رجال الأمن أنه أبو أحمد سلفته ما هي مضبوطة وخصوصا أنه أبو أحمد الرجال عمره تسعة وخمسين سنة وصحته على قدها والرجال يمشي على عكاز يعني ما يقدر يشيل جثة الشيخ عدنان والشيخ عدنان وزنه فوق سبعين ثمانين كيلو والمنطقة وعرة شوي فيها بعض الصخور والمكان بعيد شوي عن الطريقة الترابية اللي تأدي إلى هالبستين قالوا الآن ودك تعترف يا أبو أحمد منه اللي كان يساعدك أنت مستحيل بل من سابع المستحيلات أنك تقدر توصل الرجال إلى هذا المكان وما تقدر تشيله أبو أحمد راوى غيمين شمال لكن بعد ضغط عليه ومبينه سالفة وماهي مضبوطة قال لهم صراحة اللي ساعدني أولدي أحمد قالوا لهم اللي حصل أنه بعد ما تأكدت من مقتله والرجال يعني مات على أثرها ضربة هذه ركبت سيارتي وروح اتجبته لدي أحمد وقلت له سالفة كذا وكذا وكذا والولد أحمد هو اللي شاله الجثة وهذا أبو أحمد عنده كراج بجانب المنزل يدخل فيه السيارة يقول دخلنا السيارة وحملنا الجثة والأغراض اللي موجودة عند الشيخ هذه أغراض بسيطة عبارة عن حصير وبعض أدوات الطبخ وحقيبة ملابس وشغلات بسيطة حسن حظ أبو أحمد أنه ما حدا بده يشوفه كان المحل المسكر محل محمد تبع سبر ماركت والشارع شبخ خالي من السكان وما حدا شافهم فيها دي شليلة ويروحون رجال الأمن يلقون القبض على أحمد ولده وأحمد ويجبونه ويعترف كذلك بما نصب إليه كما تحدثنا سابقا وبعد تمثيل الجريمة وتسجيل الأقوال تم تقديمهم للمحاكمة وبعد عدة جلسات ومحاكمات تم الحكم على أبو أحمد بالإعدام شنقا وتم الحكم على ابن أبو أحمد بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة مع الأعمال الشاقة وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي ممكن نستخلصها يعني مثل هذا الرجال أبو أحمد ارتكب جريمة قتل لسبب تافه ممكن ينحل بأبسط الأمور وما يؤدي إلى جريمة قتل لا أموه بس هو ورط ابنه معاه اللي توه عمره ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين سنة توه مفتح يونه على ها الدنيا أكيد أجبروا على هذا الموضوع والولد لما شاف أبوه متورط قال لك خلينا نتخلص وفي النهاية تورط أول اثنين بالإضافة إلى أنه هذه أم أحمد يعني راحت ودها تسحر زوجها وراحت لعنده شيخ عدنان الله يرحمه ويغفر له اللي صار يشتغل هالشغل اللي ما أنزل الله فيه من سلطان وفي النهاية دفع ثمن الشعوذة اللي انحرف لها بعد ما كان يصلي فيها الناس ويكون إمام لهم في الصلاة في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا وأنتظر تعليقاتكم على مجريات وأحداث القصة وكذلك العبر اللي ممكن نستخلصها من خلال مجريات وأحداث القصة وكذلك لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر